حين يتصدى الأزهر للمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون هو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور، بحكم القانون، حتى بحكم العامة هنا لأن العامة لا تقبل أن أحدا يفتيها في مسألة كيف يبني أسرته، كيف يضل، كيف يعيش، كيف يقسم الراس إلا من عالم من العلماء فيجب أن لا تستخفنا دعوات أن نتطور إلى القول بأن حتى الشريعة تخضع لغير العالمين بها الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بكتاب الله، فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن حراس على هذه الأمانات الثلاث وما كان فيها موافقا نحن نشكره ما كان مخالفا ننبه عليه ونقول أن هذا مخالف ويا أيها المسلمون لا تتبعوا هذا الرجل أو هذا الكلام فإن هذا ضلال مبين لا